روسيا وأوكرانيا حرب جابت تداعيتها السياسية العسكرية مسامع العالم كله والذي رأى فيها مراقبون أنها حرب أقطاب قبل أن تكون حربا روسية أوكرانية ففي شان سياسي أقرت رئيسة المفاوضة الأوروبية أرسولا فوندرلاين بصعوبة مواصلة دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات ضد روسيا فيما صرح المفاوض الأوروبي لشؤون التوسع بأن الحرب المستمرة تمثل أكبر العقبات أمام انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي تصريحات سياسية لم يكن الجانب الروسي على بعد منها حيث أكد رئيس جهز الاستخبارات الخارجية الروسية أن أفكار النخاب الغربية حول إمكانية سحق روسيا بقوة السلاح عبارة عن وهم عميق حسب قوله مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية يموتون في حرب أمريكا ودول حلف شمال الأطلسي بتصريحات متضاربة لا تقف بين أطراف الصراع الروسية الغربية الأمريكية تستمر المعركة السياسية وبأصوات القذائف والمدافع تستمر المعركة العسكرية بين أطراف الصراع الروسية الأوكرانية فمن جانب عسكري قال سلاح الجو الأوكراني أن الدفاعات الجوية أسقطت 13 صاروقا أطلقتها روسيا نحو قاعدة جوية عسكرية غربي البلاد فيما قال خبراء عسكريون أن خط سوروفيكن الروسي المحصن ببحر من الألغام والمضاد للدبابات سهم في إفشال الهجوم الأوكراني الذي بدأت كييف مطلع الشهر الجاري وذلك دون تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن حسب قولهم معركة عسكرية متواصلة على إثرها أعلنت الدفاع الروسية تحرير قرية في منطقة توكماك بمقاطعة زاباروجيا ومدينة في جمهورية دونيلسك نافية مزاعم القوات الأوكرانية باستعادتهما مراقبون عسكريون وعن الهجوم الأوكراني المضاد قالوا أن موسكو اعتمدت خطة استثمار بالوقت في الجنوب حيث اهتمت بتأمين الأقالم الأربعة التي ضمتها لسيطرتها في شهور سابقة استعدادا للهجوم الأوكراني المضاد اشتركوا في القناة